السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الثالث الدرس الثاني من الوحدة الثالثة تطبيق الخصائص العدد ثلاث كعامل الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال الأدوات والطرائق لحل مسائل تتضمن الضربة في العدد الثلاثة مرحبا يا أصدقائي كيف حالكم؟ أنا أحمد جئت لأذكركم بسؤال الأساس كان السؤال الأساس كيف يمكنني تجزئة الشبكات للضرب في العدد الثلاثة فمن منكم سيساعدني في إجابة هذا السؤال؟ رائع في البداية لا بد أن أتذكر أنه يمكنني استعمال الشبكات لتمثيل حقائق الضرب العدد الثلاثة فمثلا لو أردت إيجاد ناتج حقيقة الضرب اثنان ضرب ثلاثة سأبني شبكة مكونة من صفين في كل صف ثلاث قطع عاد وبالتالي سيكون ناتج حقيقة الضرب اثنان ضرب ثلاثة يساوي ستة وهل هذه هي الطريقة الوحيدة لإيجاد نواتج حقائق الضرب العدد الثلاثة؟ بالطبع لا يمكنني أيضا استعمال حقائق الضرب العدد اثنان وحقائق الضرب العدد واحد لإيجاد حقائق الضرب العدد ثلاثة فمثلا لو أردت إيجاد ناتج حقيقة الضرب سبعة ضرب ثلاثة سأبني شبكة مكونة من سبعة صفوف في كل صف ثلاث قطع عدد ثم سأستخدم خاصية التوزيع لإيجاد ناتج هذه الحقيقة وسأثبت عدد صفوف كما هو وأجزء الأعمدة إلى اثنان وواحد ومن ثم سأجد نواتج حقائق الضرب الجزئية سبعة ضرب اثنان يساوي أربعة عشر وسبعة ضرب واحد يساوي سبعة والمجموع أربعة عشر زائد سبعة يساوي واحد وعشرون إذن ناتج حقيقة الضرب سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرون في حين لو أردت إيجاد ناتج حقيقة الضرب ثلاثة ضرب سبعة سأبني شبكة مكونة من ثلاث صفوف في كل صف سبع قطع عد ومن ثم سأجزئ عدد الصفوف إلى اثنان وواحد وسأثبت عدد الأعمدة كما هو ومن ثم سأجد نواتج حقائق الضرب الجزئية اثنان ضرب سبعة يساوي أربعة عشر وواحد ضرب سبعة يساوي سبعة والمجموع أربعة عشر زائد سبعة يساوي واحد وعشرون إذن ناتج حقائق الضرب ثلاثة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرون كيف ذلك؟ سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرون وثلاثة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرون آها تذكرت بحسب خاصية الإبدال في الضرب بإمكاني ضرب الأعداد بأي ترتيب وسيكون ناتج الضرب هو نفسه إذن سبعة في ثلاثة يساوي واحد وعشرون وأيضا ثلاثة في سبعة يساوي واحد وعشرون تدرب مستقل صفحة 117 في التمارين من 9 إلى 16 أضرب يمكنني استعمال قطع العدي أو الصوري لتساعدني على الحل التمرين رقم 9 ثلاثة ضرب أربعة التمرين رقم عشرة ثلاثة ضرب خمسة أوقف الفيديو عزي الطالب هنا وقم بحل التمارين ثم عود للفيديو لنكمل سويا أهلا بكم أعزائي الطلاب من جديد والآن بعدما انتهيتم من حل التمارين هيا لنحل سويا التمرين رقم 9 ثلاثة ضرب أربعة لإيجاد ناتج هذه العقيقة يجب أن نجد في البداية نواتج حقائق الضرب الجزئية كم ناتج حقيقة الضرب 2 ضرب أربعة رائع الناتج ثمانية وكم ناتج حقيقة الضرب 1 ضرب أربعة صحيح أربعة وكم مجموعة نواتج حقائق الضرب الجزئية ثمانية زائد أربعة أحسنتم 12 إذن ناتج حقيقة الضرب 3 ضرب 4 يساوي 12 التمريل رقم 10 3 ضرب 5 أيضا لإيجاد ناتج هذه الحقيقة يجب أن نجد نواتج حقائق الضرب الجزئية في البداية كم ناتج حقيقة الضرب 2 ضرب 5 رائع الناتج 10 وكم ناتج حقيقة الضرب 1 ضرب 5 صحيح 5 وكم مجموعة نواتج حقائق الضرب الجزئية 10 زائد 5 صحيح 15 إذن ناتج حقيقة الضرب 3 ضرب 5 يساوي 15 تأكد عزيزي الطالب من أنك حصلت على نفس الإجابات التمرين 11 2 ضرب 3 التمرين الثاني 10 9 ضرب 3 التمرين الثالث 10 10 ضرب 3 التمرين الرابع 10 8 ضرب 3 التمرين الخامس 10 5 ضرب 3 والتمرين السادس 10 0 ضرب 3 أوقف الفيديو عزيزي الطالب هنا وقم بإيجاد نواتج حقائق الضرب المطلوبة ثم عد للفيديو لنحل سويا أهلا بكم أعزيزي الطلاب من جديد هيا لنحل سويا التمرين الحادي 10 2 ضرب 3 لإيجاد ناتج هذه الحقيقة سنستخدم خاصية التوزيع سنثبت عدد 2 ونجزل عدد 3 إلى 2 و1 والآن لنجد نواتج حقائق الضرب الجزئية كم ناتج حقيقة الضرب 2 ضرب 2 أحسنتم 4 وكم ناتج حقيقة الضرب 2 ضرب 1 صحيح 2 وكم مجموعة نواتج حقائق الضرب الجزئية 4 زائد 2 صحيح المجموعة يساوي 6 إذن ناتج حقيقة الضرب 2 ضرب 3 يساوي 6 التمرين الثاني 10 9 ضرب 3 لنستخدم أيضا خاصية التوزيع في إيجاد ناتج هذه الحقيقة سنثبت عدد 9 ونجزل عدد 3 إلى 2 و1 ومن ثم نجد نواتج حقائق الضرب الجزئية 9 ضرب 2 كم يساوي؟ أحسنتم 18 وتسع ضرب 1 كم يساوي؟ صحيح 9 وكم المجموعة 18 زائد 9 أحسنتم المجموعة 27 إذن ناتج حقيقة الضرب 9 ضرب 3 يساوي 27 التمرين الثالث عشر 10 ضرب 3 لنستخدم أيضا خاصية التوزيع في إيجاد ناتج هذه الحقيقة سنثبت عدد 10 ونجزل عدد 3 إلى 2 و1 ثم نجد نواتج حقائق الضرب الجزئية 10 ضرب 2 كم يساوي؟ أحسنتم يساوي 20 و10 ضرب 1 كم يساوي؟ رائع يساوي 10 وكم المجموعة 20 زائد 10 أحسنتم المجموعة 30 إذن ناتج حقيقة الضرب 10 ضرب 3 يساوي 30 التمرين الرابع عشر 8 ضرب 3 سنستخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج هذه الحقيقة سنثبت عدد 8 ونجزل عدد 3 إلى 2 و1 ثم نجد نواتج حقائق الضرب الجزئية ما ناتج حقيقة الضرب 8 ضرب 2؟ أحسنتم الناتج 16 وما ناتج حقيقة الضرب 8 ضرب 1؟ أحسنتم 8 وكم المجموعة 16 زائد 8؟ رائع المجموعة يساوي 24 إذن ناتج حقيقة الضرب 8 ضرب 3 يساوي 24 التمرين الخامس عشر 5 ضرب 3 سنستخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج هذه الحقيقة سنثبت عدد 5 ونجزل عدد 3 إلى 2 و1 ثم نجد نواتج حقائق الضرب الجزئية ما ناتج حقيقة الضرب 5 ضرب 2؟ أحسنتم 10 وما ناتج حقيقة الضرب 5 ضرب 1؟ رائع 5 وكم المجموعة 10 زائد 5؟ صحيح المجموعة 15 إذن ناتج حقيقة الضرب 5 ضرب 3 يساوي 15 التمرين السادس عشر صفر ضرب 3 ما ناتج حقيقة الضرب 0 ضرب 3؟ أحسنتم الناتج صفر إنه حسب الخاصية الصفرية ناتج ضرب أي عدد بالعدد صفر يساوي دائماً صفر تأكد عزيزي الطالب من أنك حصلت على نفس الإجابات في التمرين من 17 حتى 20 أضربوا يمكنني استعمال قطع العدي أو صوري لتساعدني على الحل التمرين السابع عشر ثلاثة ضرب سبعة التمرين الثامن عشر واحد ضرب ثلاثة التمرين التاسع عشر ثلاثة ضرب ثلاثة التمرين العشرون ثلاثة ضرب أربعة أوقف الفيديو عزيزي الطالب وقم بحل التدريبات ثم عود للفيديو لنكمل سوياً أهلاً بكم أعزائي الطلاب من جديد هيا لنحل سوياً التمرين السابع عشر ثلاثة ضرب سبعة لإيجاد ناتج هذه الحقيقة سنستخدم خاصية التوزيع سنجزل عدد ثلاثة إلى اثنان وواحد ونتبت عدد سبعة والآن لنجد نواة الحقيقة الضرب الجزئية كم ناتج حقيقة الضرب اثنان ضرب سبعة أحسنتم الناتج أربعة عشر وكم ناتج حقيقة الضرب واحد ضرب سبعة رائع الناتج سبعة وكم المجموع للنواة الجزئية أربعة عشر زائد سبعة أحسنتم المجموع يساوي واحد وعشرون إذن ناتج حقيقة الضرب ثلاثة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرون التمرين الثامن عشر 1 ضرب 3 كم ناتج حقيقة الضرب 1 ضرب 3 أحسنتم الناتج يساوي 3 لأنه حسب خاصية العنصر المحايد في الضرب ألا وهو الواحد عند ضرب عدد في العدد 1 يكون ناتج الضرب دائما ذلك العدد التمريد التاسع عشر 3 ضرب 3 لإيجاد ناتج هذه الحقيقة سنستخدم أيضا خاصية التوزيع في الضرب سنثبت على الثلاثة ونجزل عدد الثلاثة الآخر إلى 2 و1 ثم سنجد نواة حقاقة الضرب الجزئية كم ناتج حقيقة الضرب 3 ضرب 2 أحسنتم 6 وكم ناتج حقيقة الضرب 3 ضرب 1 صحيح 3 وكم المجموع 6 زائد 3 أحسنتم المجموع يساوي 9 إذن ناتج حقيقة الضرب 3 ضرب 3 يساوي 9 التمرين العشرون 3 ضرب 4 سنستخدم أيضا خاصية التوزيع في إيجاد ناتج هذه الحقيقة سنجزل عدد الثلاثة إلى 2 و1 ونثبت عدد 4 كما هو ثم سنجد نواة حقاقة الضرب الجزئية كم ناتج حقيقة الضرب 2 ضرب 4 أحسنتم الناتج يساوي 8 وكم ناتج حقيقة الضرب 1 ضرب 4 رائع 4 وكم المجموع 8 زائد 4 صحيح المجموع يساوي 12 إذن ناتج حقيقة الضرب 3 ضرب 4 يساوي 12 تأكد عزيز الطالب من أنك حصلت على نفس الإجابات فقرت ممارسات الرياضيات وحل المسائل صفحة 118 السؤال الـ 21 ما العدد الكلي للملسقات في علبة ملسقات السيارة وعلبة ملسقات الفضاء الخارجي أوضح طريقة توصل الإجابة لاحظ عزيز الطالب ما عدد صفوف ملسقات السيارة وما العدد في كل صف أحسنتم عدد صفوف ملسقات السيارة ثلاثة صفوف والعدد في كل صف تسعة ملسقات أيضا ما عدد صفوف ملسقات الفضاء الخارجي وما العدد في كل صف رائع هناك ثلاثة صفوف من ملسقات الفضاء الخارجي في كل صف ثمانية ملسقات ما المطلوب منك في هذه المسألة صحيح المطلوب العدد الكلي للملسقات في علبة ملسقات السيارة وعلبة ملسقات الفضاء الخارجي أوقف الفيديو عايزي الطالب وقم بحل المسألة ثم عد للفيديو لنكمل سويا أهلا بكم أعزائي الطلاب من جديد هيا لنحل المسألة سويا لنوجد عدد ملسقات السيارة وملسقات الفضاء الخارجي لإيجاد عدد ملسقات الفضاء الخارجي سنضرب عدد الصفوف في العدد في كل صف والإيجاد ناتج هذه الحقيقة ثلاثة ضرب ثمانية سنستخدم خاصية التوزيع سنجزئ العدد الثلاثة إلى اثنان وواحد ونثبت عدد ثمانية ثم سنجد نواتج حقائق الضرب الجزئية واحد ضرب ثمانية كم يساوي؟ أحسنتم يساوي ثمانية واثنان ضرب ثمانية كم يساوي؟ رائع يساوي ستة عشر والمجموع ثمانية زائد ستة عشر كم يساوي؟ صحيح يساوي أربعا وعشرون إذن عدد ملسقات الفضاء الخارجي هو أربعا وعشرون ملسقا أما عدد ملسقات السيارة سنضرب عدد الصفوف في العدد في كل صف ولإيجاد ناتج هذه الحقيقة ثلاثة ضرب تسعة كما تذكرون سنستخدم أنماط نواتج حقائق الضرب بالعدد تسعة كما تذكرون يجب أن تكون منزلة العشرات في الناتج أقل من العامل المضروب بالعدد تسعة بواحد إذن ما الرقم الذي سأضعه في منزلة العشرات؟ أحسنتم سأضع الرقم اثنان في حين يجب أن تكون مجموعة منزلتي الأحد والعشرات يساوي تسعة إذن ما الرقم الذي سأضعه في منزلة الأحد بحيث يكون المجموع مع الاثنان يساوي تسعة؟ أحسنتم سأضع الرقم سبعة إذن ناتج حقيقة الضرب ثلاثة ضرب تسعة يساوي سبعة وعشرون أي أن عدد ملسقات السيارة 27 ملسقا المطلوب هو العدد الكلي للملسقات في كل من علبة ملسقات السيارة وملسقات الفضاء الخارجي إذن سأجمع العدد 24 والعدد 27 وكم سيكون الناتج؟ أحسنتم 51 إذن العدد الكلي للملسقات هو 51 ملسقا تأكد عزي الطالب من أنك حصلت على نفس الإجابات السؤال 22 استعمل الأدوات المناسبة اشترى الدانة علبة واحدة من ملسقات الحيوان الزاحف ما الأدات التي يمكن استعمالها لإيجاد العدد الكلي للملسقات التي اشترتها دانة؟ لاحظ عزي الطالب ما المطلوب في هذه المسألة؟ أحسنتم ما الأدات التي يمكن استعمالها لإيجاد العدد الكلي للملسقات التي اشترتها دانة؟ أوقف فيديو عز الطالب وقم بحل المسألة ثم عود للفيديو لنكمل سويا مرحبا كيف حالكم؟ أنا دانا قد حللت هذه المسألة وأريد أن أشارككم طريقة الحل فحين نظرت إلى علبة الملسقات للحيوان الزاحف وجدت أن هناك خمسة صفوف وفي كل صف ستة ملسقات فوجدت أنه يمكن استعمال لقطع العدل لتكوين شبكة من خمسة صفوف في كل منها ستة ملسقات ما رأيكم؟ هل حللت المسألة مثلي؟ تقويم صفحة 118 السؤال 25 لدى سعيد بعض حبات طماطم رتبها في ثلاثة صفوف وثمانية أعمدة الجزء A أكمل الجملة العددية وأوجد العدد الكلي لحبات طماطم الجزء B أمثل هذه المسألة برسم لاحظ عزيز الطالب ما عدد صفوف حبات طماطم؟ صحيح ثلاثة صفوف وما عدد الأعمدة؟ رائع ثمانية أعمدة ما المطلوب في هذه المسألة؟ أحسنتم لاحظ أن هناك مطلوبان المطلوب الأول إكمال جملة العددية وإيجاد العدد الكلي لحبات طماطم والمطلوب الثاني أن أمثل هذه المسألة برسم أوقف فيديو عزيز الطالب وقم بحل المسألة ثم عود للفيديو لنكمل سويا مرحبا بكم يا أصدقائي كيف حالكم؟ أنا مريم هل حللتم المسألة؟ ممتاز أنا أيضا حللتها سأخبركم كيف حللتها حين ظرت إلى الجزء الأول وجدت أن المطلوب أن أكمل الجملة العددية وأجد العدد الكلي لحبات الطماطم وحتى أجد العدد الكلي لحبات الطماطم سأضرب عدد الصفوف في عدد الأعمدة أي سأجد ناتجة حقيقة الضرب ثلاثة ضرب ثمانية وحين ظرت إلى الجملة العددية المكتوبة وجدت أنه استخدم خاصية التوزيع وثبت العدد الثلاثة هذا يعني يجب علي أن أجزل عدد ثمانية فجزت الثمانية إلى أربعة وأربعة ثم أوجدت نواتج حقائق الضرب الجزئية ثلاثة ضرب أربعة يساول إثني عشر وثلاثة ضرب أربعة يساول إثني عشر وإثني عشر زاد إثني عشر يساول أربعة وعشرون إذن هناك أربعة وعشرون حبة الطماطم أما في الجزء الثاني من المسألة فقد أنشأت شبكة مكونة من 3 صفوف وثمانية أعمدة ثم جزأت عدد الأعمدة إلى 4 وأربعة فحصلت على شبكتين الشبكة الأولى تمثلها حقيقة الضرب الجزئية 3 ضرب 4 والشبكة الثانية تمثلها حقيقة الضرب الجزئية 3 ضرب 4 ثم فكرت في ناذج حقيقة الضرب 3 ضرب 4 فوجدته 12 ثم جمعت نوافج الضرب الجزئية 12 زال 12 لتوصل إلى ناتج 24 فقررت أن العدد الكلي لحبات الطماطم هو 24 حبة إلى اللقاء أعزائي الطلاب إلى هنا ينتهي درس هذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في درس جديد من دروس الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته